نهاردة الحلقة هسميها أو هنحط لعنوان اللعب مع الكبار هنالك قلتوا مبارح ولكن بداية من النهاردة لقاء العظماء لقاء العظماء واللعب مع الكبار نهاردة حلقة خاصة جداً النهاردة هنكون على موعد كالعادة تغطية خاصة لمباراة الأهل ورية المدريد بالفعل هي أول مباراة رسمية ما بين بطل القرن في إفريقيا وبطل القرن في أوروبا حاجة جميلة جداً وبالفعل هي تظل مباراة لما بين العظماء النادي الأهلي دايماً بيكتب التاريخ هنتكلم عن كل الكواليس والأخبار اللي في بداية الحلقة النهاردة تكلمنا عن حاجات طبعاً خارج هذا الأمر ولكن بنعود بقى نعود بقى لفرحتنا واستعدادنا كمان وخلينا أقول إن فعلاً وحرفياً إن النادي الأهلي هو مصدر السعادة فخر مصر بكل وسيلة وفخر المصريين والحمد لله على نعمة الانتماء لهذا الكيان الحقيقة بنتكلم على عظمة الأهلي بنتكلم على تاريخ بنتكلم على المارد الأحمر إن شاء الله اللي هيكون في مواجهة أمام ريال مدريد في نصف نهائي المونديال زي ما بقول عندنا يعني لقاءات كثيرة جداً مع العملاق وقبل كده تكلمنا على العملاق الباباري ريال باير ميونيخ وقد إيه كانت أيضاً مباراة تاريخية جمعة ما بين النادي الأهلي والبايرن إن شاء الله يوم الأربع مباراة تاريخية تجمع ما بين النادي الأهلي وريال مدريد هنكون عايزين جزء مش هنقول يعني نعود خسارة أمام البايرن ولكن في النقطة دي بالذات مش هنحط ضغوط على اللعيب خلينا نتكلم بكل أمانة الطبيعي والمنطقي المنطقي إن ريال مدريد هو الأقرب للفوز إحنا بنتكلم في اللوجيك يعني مش هنتحك على بعض آه كلنا بنتمنى من جوانا إن نادي الأهلي إن شاء الله يعمل نتيجة عيدة حتى ده حتى بعد بما إينا حليك فتحت الموضوع ده بعد خسارة الأربع أو خمس لعبين يعني تيبو كورتوا ده أعظم من أعظم الحراس في العالم ما فيش شك يعني عندهم بعض الغيابات كريم بن زيمة أيضا أعتقد بشكل رسمي مش هيكون موجود عندهم ميليتاو سردباك كويس جدا على مستوى عالمي برضو مش هيكون موجود كورتوا النهاردة تعور في قبل المباراة أمام ريال ماريوكا ومش هيكون ممكن ما يكونش موجود في المباراة لكن إحنا بنتكلم اللوجيك نتكلم طبيعي كلنا من جوانا نفسنا النادي الأقل اللي حقق هذه النتيجة ويفوز على الريال ولكن بمنطق قورة القدم حتى الآن هو الريال الأقوى على مستوى الفني والأقرب للفوز نحن نعمل إن شاء الله نعمل مفاجأة كبيرة ونفوز على الريال هو ده اللي نتوقع وبالتالي الضغوط على اللعيبة اعتقاد الشخصي مش موجود ومش لازم يكون موجود ولكن كابتن إسلام واتكلمنا في النقطة دي إنك تحلم أنا عجبت الكلام التي قلت ومبارح هي دي الفكرة اللي إحنا عايزين نوصلها يا كابتن هيني إن إحنا استمتع بزرط إنت إمبارح كلامك الحقيقة كان رائع في هذا الأمر إنه خلينا نروح نلعب المباراة إحنا مستمتعين زي ما حالك قلت الأقرب للفوز هو ريال مدريد خلينا برضو طبيعي بنتكلم واقعيا عشان ما يبقاش مجرد كلام مخلص ولكن ما زال هناك أمل في إن إحنا نكسب هذه المباراة طبعا الأمل موجود ولو حتى إيه اللي بيحصل مكاس العالم اللي فات أكد ده إن السعودية قبل المباراة لو جيت سألت أكبر مدير فني في العالم وسألت قطول السعودية والأرجنتين هايقولك إيه أكيد الأرجنتين ده ميسي نفسه كانت مفاجئة ميسي نفسه وقال بعد المباراة كان بالنسبة بالنسبة الإسلام نتكلم على فوز منطقب مصر على بطل العالم مين كان يقول إنه منطقب مصري فوز على إيطاليا مباراة رائعة أمام البرازيل رغم القصار المغرب فازت على إسبانيا صحيح تكلم على المغرب بتصل للنسخ نهائي كاس العالم كل ده بيدي الجزء إن إحنا ولي لأ وممكن ولكن تاني بنتكلم لوجيك لا إحنا يعني ريال مدريد الآرب ولكن إن شاء الله كل التوفيق برضو خليني أقولك في هذه النقطة كابتن هاني برضو ودي حاجة بناخدها من رموزنا برضو أرجع تاني لأول كلامنا رموزنا وكل جماهيرنا إنه المستحيل ليس أهلاوي إذن لو حد شايف إن أنت تقدر تكسب ريال مدريد ده مستحيل فأنت لازم تبقى عارف أن المستحيل ده ليس أهلاويا وبالتالي كلنا الحقيقة بننتظر هذه المباراة كلنا عجبني جدا كلام كابتن هاني مبارع في ما يخص هذا الأمر تحديدا نحن عايزين نبقى مبسوطين عايزين نستمتع عايزين نلعب بدون وضع ضغوط بدون أي حاجة أنت بتلعب في كاس العالم للأندية كسبت أول مباراتين في كاس العالم للأندية مع اتنين من أفطال القراط في الكونكاكاف وأمريكا الشمالية وبالتالي انت رايح تلعب بطل القرن مباراة لن تراها يوميا يعني انت مش رايح تلعب أنا عاسف مش هتتقرر كل يوم فرقة في الدوري المصري فاركو ولا كلنا كلنا لا انت ما احترامنا احنا فاركو هلعبها مرة واثنين وثلاثة وان شاء الله خلال الفترة اللي جاية في الدوري لكن أنا بتكلم هنا على بالزبط ريال مدريد لا ريال مدريد في القررة تانية كتير اوي عشان تلعبوا لكن النادي الاهلي هلعب ريال مدريد وحياخد اثنين مليون دولار خلي بقى حراكو النهار هايخد اثنين مليون دولار على رأيك يعني يعني هنلعب وحناخد اثنين مليون دولار دي حاجة بالنسبة لنا هتكون رائعة جدا وفي نفس الوقت انت النهاردة ريال مدريد اتغلب من ميورك يعني اتفرجت على المتش كان الساعة ثلاثة يعني فالمفروض انه هو جايلك يعني هو على المستوى المعنوي عنده بعض المشاكل طبعا انتشلوتي برضو فيه مشاكل بالنسبة للإدارة فيه على مستوى الاصابات موجودة النهاردة بعد هزمته من مايوكا كمان بارشلونة بيلعب قصة عشرة ممكن الفارق يتسع مبين ومبين بارشلونة غيابات كثيرة جدا ولكن يعني النهاردة ملعبش مثلا في النصر الملعب توني كروز ملعبش مضمش كان على احتياطي لكن خلينا تاني بكل امانة رغم كل هذه المشاكل رغم هذه الغيابات ولكن انتشلوتي كمان تلع قال خلاص احنا كمان قد يعني هي دي فرصة كمان للعودة للبطولات بطولة بالنسبة لنا مهم جدا رحين عشان نحصل على البطولة وبالتالي هيكون فيه تركيز كبير جدا جدا من لعب الريال رغم الغيابات وبالتالي على المستوى الفني مباراة صعبة ولكن مباراة لعبت الاهلي وجماهير النادي الاهلي تستمتع حلنا نستمتع بالزبط يعني ده مهم جدا استمتع بالمباراة مش معنى استمتع انك تنزل تستهتر اه اه بالزبط لكن استمتع بالاجواء طلع كل اللي عندك خدش ضغط اه بالزبط انت هتطلع كده كده كل اللي عندك بشكل أو بآخر طبق النتيجة ان شاء الله بإذن الله يعني دي بتاعت ربنا ولكن اسعى يعني دايما بنقول اسعى طلع كل اللي عندك استمتع بالمباراة بتلاعب ريال مدريد مباراة للتاريخ ان شاء الله